الحمد لله الذي توضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي دل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد الآن إخواننا فينا عندي فاكتور بتعمل limitation للcoagulation يعني بعض الفاكتور بتعمل activation للcoagulation ما هو يا أخواننا مش منطق أنت تضلك تعمل activation للcoagulation activation للcoagulation activation للcoagulation without regulation أو without control مش منطق ممكن تضلك تحفز تكون بنهاية المطاف هذه الكلوت تتكون في أماكن سليمة وبالتالي أنا بدي أشياء تعمل regulation لهذه الكلوت تمام؟ في أشياء منسميها natural anti-coagulant وفي أشياء منسميها fibrinolytic activity fibrinolytic activity يعني عنيد هالنشاط أنه تعمل fibrinolysis يعني أنا عندي هانا يتكون خثرة تمام؟ تمام يخواننا اللي جاي بيعمل dilution بيعمل dilution ل فلما يعمل لها dilution يخواننا بيساعد بيساعد أنه يغسل يغسل هذه coagulation ويوديها على liver عشان يعمل لها removed ويخواننا أنا عندي blood flow زي blood flow زي أكل غسالة عليك تعتبر الملابس فيهم غسيل فيهم المايكروب والأوساخ فأنت بتحط المية عشان المية تغسل هذه الأوساخ وبالتالي بالضبط زي كده blood flow blood flow بيروح بغسل بغسل البلد فيزل من أي اكلوتينج بغسل البلد فيزل من أي اكلوتينج فبيودي هذه الcoagulation بالactive coagulation factor الactive ها طلع الactive 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 هذه للجسم هذه للجسم عبارة عن أوساخ عبارة عن أشياء دخيلة على البلد فيزل أشياء جديدة على البلد فيزل الآن لما أنت تكون بقعة مثلا بقعة على الملابس تبعتك هذه البقعة بسميها أشياء دخيلة فأنت بتحط المية عشان تغسلها وبالتالي لما يلاقي الجسم دخيل على البلد فيزل بيروح بيغسله بنسميها ووش آوت ووش آوت بيغسله بيغسله ويوديه على الليفر عشان الليفر يعمله تمام أصلا كمان يا أخوان المحترمين البلد فيزل يحتوي على البلد فيزل أصلا يحتوي على البلد فيزل شحنته سالب والفايبرين الفايبرين الشبكة تبعت الفايبرين شحنتها سالب فبيصير يا أخوانا بناتهم ريبالجين يعني أنت كل ما تزود لغلايكو كيركس كل ما كدرت تعمل ريبالجين للفايبرين ما علينا ما علينا أنا بقول لبعض الفاكتور اللي بتعمل للكو أجوليشن في حاجة يخوانا بنسميها الفايبرين وليتك كاسكيد ليتك يعني يعني بيكسر بيحلل الفايبرين فكأنه ما هو الفايبرين أصلا هي الشبكة اللي انت كونتها هي اللي انت كونتها فانت يخوانا لما انت تكسر الفايبرين انت قاعد بتعمل ليميت للصايز تبع انت يخوانا بنهاية المضاعف لما بتكون للكلوتين بدك تخليها فقط فقط على مكان الانجري والله لو هذا الكلوتين عدت مكان الانجري وصارت في النورمال اندوثيليال انت بدك ايش تعمل لها تذوبها تمام عشان تخلي بس في مكان الانجري فيه يخوانا فيه حاجة نسميها في الدم الاول اشي الليفر الليفر بيصنع حاجة بنسميها البلازمينوجين الليفر بيصنع البلازمينوجين هذا البلازمينوجين بنكب في الدم بيجي حاجة بنسميها تيشوز تيشوز البلازمينوجين اكتيفيتور اكتيفيتور بيحول البلازمينوجين من اكتيف الى اكتيف البلازمين الى اكتيف ايش البلازمين طيب هذا البلازمين ايش وظيفته هذا الابلازمين وظيفته يعمل يعني يعمل يعني يعمل طبعا هو انت لما تعمل وتكسر الفايبرين كأنك بتعمل لالفايبرين صح فبنتج عندك يعني انت إخواننا كونت بلازمين بيروح يكسر الفايبرين بقايا الفايبرين بقايا الفايبرين بسميهم فيبرين سبلتنج برودكت فيبرين سبلتنج برودكت هي نفسها بقايا الفايبرين هي نفسها الدي دايمر فأنا يا اخواننا المحترمين لو فحصت الدي دايمر عند شخص ولقيته عالي بعرف ان هذا الشخص بتكون عنده خثرة قاعد كتير بتكون عنده خثرة قاعد كتير والجسم بيذوب بيحاول يذوب هذه الخثرة تمام لكن لو لقيت عند شخص الدي دايمر قليل بعرف انه هذا الشخص ما تكونش عنده خثرة وبالتالي الجسم مالوش داعي مالوش داعي انه يكسر الخثرة اصلا مش موجودة ف انت يا اخواننا هاي مثلا اتكونت شبكة الفايبرين اه انت بالبلازمين وجين مثلا عملت لها سبلتنج من النص فصارت كده انت عملت لها سبلتنج من النص فهذا منسميه فيبرين سبلتنج برودكت او الدي دايمر الدي دايمر واحنا اخدنا احنا اخدنا انت لما تعمل خثرة الخثرة اللي انت سويتها الخثرة اللي انت سويتها بتحفز بتحفز الاشياء اللي بتكسرها اعيد لما انت يا اخواننا تعمل خثرة اكيد فيه اشياء بتعمل اكتيفاشن لتكون الفايبرين صح هذه الاشياء هذه الاشياء اللي عملت اكتيفاشن لتكون الفايبرين بتروح كمان تعمل اكتيفاشن للاشياء اللي بتكسر الفايبرين ها تعمل اكتيفاشن للاشياء اللي بتكسر الفايبرين عشان يا اخوانا انا بدي اعمل كنترول للعملية وبالتالي وبالتالي لما انا يكون عندي اكلوتينج في الجسم كتير اكلوتينج في الجسم كتير فانا الجسم نفسه الجسم نفسه اه بعمل اكتيفاشن لمين للبلازمين فالجسم نفسه بيزود البلازمين طب ليش يزود البلازمين عشان البلازمين يروح يكسر الفايبرين اه لما يكسر الفايبرين رح تبق اه رح يصير في الدم منتشر بطايا الفايبرين رح يصير في الدم منتشر بطايا الفايبرين من سميها الدي دايمر او الفايبرين سبلتينج برودكت واحد سألني سؤال انت ليش يا اخواننا ما بتقدر ما هو ايش وظيفة الدي دايمر بيقول اذا هذا الشخص عنده كلوتينج كتير ولا ما عنده كلوتينج كتير فلو كان عنده كلوتينج كتير يعني الدي دايمر عالي هو صحيح عنده كلوتينج وبرضه عنده فيبرينوليتك فيبرينوليتك تمام فهذا الشخص انا بخاف تتكون عنده جلطة في البرين ويموت الشخص ويموت طيب واحد قال لي طب انت عشان تفحص اذا هذا الشخص عنده تكون للفايبرين كتير ولا مش كتير بتروح تفحص الدي دايمر اي بقايا تكسر الفايبرين طب ليش ما بتفحص الفايبرين نفسه يعني اخوانا ليش ما بتفحص الفايبرين نفسه لانه الفايبرين الفايبرين بيكون موجود فقط في مكان الكلوتينج بيكون موجود فقط في مكان الكلوتينج تمام اما الدي دايمر هي بقايا الفايبرين بتكون منتشرة في البلد بتكون منتشرة في البلد فانت يا اخوانا تمام انت ما بتعرف اصلا هذي الكلوتينج وين صارت انت مش عارف هذي الكلوتينج وين صارت فانت بتروح تفحص الدي دايمر تمام الدي دايمر بيقول لك هل فيه كلوتينج ولا ما فيه تمام طيب فالدي دايمر برتفع لما انت تكون فيبرين كتير تمام لما انت تكون كتير في هو انه انت قاعد بتكون خطرة زي في حالات الانفكشن والبكتيريا البروداكت بتعمل الاندو توكسن في حالات الديب فين ثرومبوسيز انت قاعد بتكون ثرومبوسيز في الديب فين اللي موجود في الرجل في حالات البلموناري امبوليزم خطرة في البلموناري فين تمام واحد قال لي اخوانا وضح وضح اكتر بقول له يا اخوانا انه الجسم الجسم لما 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 يكون الخطرة لما يكون الفايبرين الجسم نفسه لما يعمل اكتيفيشن للفايبرين بيروح بيعمل اكتيفيشن للاشياء اللي بيتذوب الفايبرين تمام هذه الاشياء بتروح تكسر تكسر الفايبرين فلما تكسر الفايبرين بيصير انا عندي بقايا تكسر الفايبرين يعني فايبرين طب هاد الفايبرين من وين اجدني لما انا كسرت الفايبرين طيب لما انا كسرت الفايبرين من وين اجاني الفايبرين لما انا سويتك لوتينغ طيب مين الاشياء اللي بتحول البلازمينوجين الى البلازمين هذا الاشي بنسميه البلازمينوجين اكتيفيتور اللي هو عبارة يعني فيه اشياء بتعمل البلازمينوجين اكتيفيتور واحد طالع من التشوز بنسميه تشوز البلازمينوجين اكتيفيتور إخوانا لما انت تلاقي بي اي يعني البلازمينوجين اكتيفيتور حطي يعني تشوز البلازمينوجين اكتيفيتور فاهم واحد الي بعمل اكتيفيتور للبلازمينوجين فبنشط يعني البلازمينوجين كده خامل كده اناكتف فاللي بيعمل له اكتيفيتشن اللي بيعمل له اكتيفيتشن وبحاوله من الى اكتيف زي تشوز زي اليورو كاينيز يعني يورو كاينيز وزي البكتيريا الاستريبتوكاينيز الاستريبتوكاينيز يخواننا تعرفوا انا لما يصير خفرة مثلا في الكوروناري ارتري اتكونت جلطة عارفين كيف بيذوبه الجلطة بحقنه المريض بالاستريبتوكاينيز بحقنه المريض بالاستريبتوكاينيز بيروح بيعمل لابلازمينوجين فبيحول الابلازمينوجين الى ابلازمين والابلازمين هو بيروح بيعمل بيعمل ذوبان للخفرة اللي تكونت في الكوروناري ارتري عنفين يا اخواننا زي ما فيه اشياء فيه اشياء هي عبارة عن ابلازمينوجين اكتيفيتور ايضا بالمقابل فيه اشياء بتعمل انهيبيشن لابلازمين بتعمل انهيبيشن لابلازمين يعني هاي البلازمين مش هو هيك اكتيف فيه اشياء بتعمله انهيبيشن عارفين كيف فيه حجم نسميه الفاتو ابلازمين انهيبيتور الفاتو ابلازمين انهيبيتور هذا الالفاتو ابلازمين انهيبيتور لما يجي يرتبط فيه لابلازمين بيصير البلازمين انهيبيتور بيصير البلازمين انهيبيتور فانت بتعطي المريض دوة بيعمل انهيبيشن للانهيبيتور بتعطي المريض دوة بعمل للإنهيبيتور تمام؟ عشان يخواننا يضلوا الإبلازمين أكتف وما يصير عشان يخواننا الخطرة اللي تكونت في الكوروناري آرتري تروح إذن الجسم نفسه فيه أشياء عبارة عن إبلازمينوجين أكتيفيتور وفيه أشياء عبارة عن إبلازمين إناكتف إبلازمين إناكتف إخواننا معه عشان يصير بلانز عشان العملية يصير بلانز تمام؟ طيب الآن مين الفاكتور أول فاكتور كان موجود في الإنترينسيك هو فاكتور 12 فالفاكتور 12 هو أول فاكتور موجود في الإنترينسيك باثوي بيقول لي الفاكتور 12 مسئول أنه يكون الخطرة صح مسؤول في النهاية المطاف يكون الفايبرين وبقول لي برضو فاكتور 12 فاكتور 12 مسؤول das يعمل activation لالبلازمينوجين مسؤول أنه يعمل activation لالبلازمينوجين ويحولها إلى بلازمين وبالتالي أيضا بساعد على ذوابان الخطرة أعيد فاكتور 12 فاكتور 12 كان فاكتور 12 يحفز فاكتور 11 يحفز فاكتور 9 وسلسلة الباثوي في نهاية المطاف عشان يتكون الخطرة فأول فاكتور مسؤول عن تكوين الخطرة هو أيضا ذلك الفاكتور اللي مسؤول عن ذوبان الخطرة فأول فاكتور في الانترينسيك باثوي اللي مسؤول عن تكوين الخطرة هو فاكتور 12 هو أيضا هذا الفاكتور مسؤول عن ذوبان الخاثرة عن طريق أنه بحفز البلازمينوجين فالأشياء اللي بتحفز البلازمينوجين يتحول إلى بلازمين فيه أشياء بتعتمد عليها الفاكتور 12 تمام؟ وفيه إشي بسميه البلازمينوجين اكتيفيتور البلازمينوجين اكتيفيتور زي الستريبتو كاينيز اليورو كاينيز وزي التشوز البلازمينوجين اكتيفيتور تمام وفيه اشياء بتعمل انهيبيشن للابلازمين اللي هو الفاتو ابلازمين انهيبيتور وفيه وفيه حاجة بنسميها ابلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور اكتيفيتور انهيبيتور يعني هذا الانهيبيتور بعمل انهيبيشن للأكتيفيتور تبع الابلازمينوجين هذا الرسم أشدت في حاجة ما نسميها الفاتو يبلازمين فسمو الفاتو أنتيبلازمين يعني هذا ضد لبلازمين يعني هذا يا أخوانا عبارة عن الفاتو أنتيبلازمين هذا عبارة عن إبيليزمين عندما يرتبط البلزمين مع أنتيبلازمين إيش بتكون Antiblasmine إبلازمين كومبليكس وبكون هذا Inhibitor وبكون هذا إيش Inhibitor تمام تمام وفي حاجة يا أخوانا منسميه Tishes إبلازمينوجين Activator وفي حاجة منسميه اليوروكاينيز الستريبتوكاينيز هدول هدول بيعملوا Activation للبلازمينوجين ولما يعملوا Activation للبلازمينوجين هدول لما يعملوا Activation للبلازمينوجين بيروح بيعملوا بيروحوا يا أخوانا يكسروا الفايبرين يكسروا الفايبرين فبتكون عندي فايبرين Degradated Product سواء قلتلي فايبرين Degradated Product أو فايبرين Splat Product نفس الإشي نفس الإشي تمام إذن طب في أشياء بتعمل إنهيبش لهدول إنهيبش لهدول إيش بسميه بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبتور يعني هدول لبلازمينوجين لبلازمينوجين اكتيفيتور انهيبتور بيعملوا إنهيبش لهدول بعملوا إنهيبش لهدول يعني في أشياء يا أخوانا بتحفز تكسر الفايبرين وفي أشياء بتحفز تكون الفايبرين إذن في أشياء بتحفز تكسير الفايبرين وفي أشياء بتحفز تكوين الفايبرين ولو بس إحنا بدنانا نلاحظ من الرسمة اللي زي هيك شايفين بيكون لسه إبلازمينوجين لكن اللي زي هيك بيكون إبلازمين يعني بيكون ление ما علينا كتير إذن في أشياء بتحفز الابلازمين وفيه أشياء بتعمل وهيو الكنترول تبع هو انه الابلازمين بيصير له inactive عن طريق انه يرتبط مع انتيبلازمين او الفا واحد ابلازمين انهيبتور فبيصير هذا الابلازمين inactive تمام خلصنا يا اخواننا الابلازمين كل الابلازمين اللي بتدور حول الابلازمين اللي بتدور حول الابلازمين اشياء بتعمل اكتيفيتور ابلازمين وجين اكتيفيتور واشياء بتعمل ابلازمين وجين اكتيفيتور انهيبتور يعني بتعمل انهيبتور اللي هو فيه انا عندي الفا تو ابلازمين انهيبتور وفيه انا عندي تشوز ابلازمين وجين اكتيفيتور يورو كاينيز استريبتو كاينيز هذا يا اخواننا اللي بسميه كنترول للفايبرينوليتك هل انت بدك تزود الفايبرينوليتك ولا انت بدك تقلل الفايبرينوليتك والله لو بدك تزود للفايبرينوليتك اكيد بدك تزود الاكتيفيتور الاكتيفيتور تبع البلازمين يعني بدك تزود البلازمينوجين اكتيفيتور يعني لو بدك تزود اليوروكاينيز السريبتوكاينيز بدك تزود البلازمينوجين اكتيفيتور بدك تقلل من البلازمين وجين اكتيفاتور انهيبتور بدك تقلل من انتيبلازمين تمام طيب نيجع على الاشياء اللي منسميها نيتشار انتيكو اجولان يعني هذي اخواننا بتعمل انهيبشن للكو اجوليشن يعني هذي بتعمل انهيبشن للكو اجوليشن اما الفايبرينوليتك الفايبرينوليتك اللي تاوه كنا ناخدها كانت تعمل سبليتنج سبليتنج وديقراداشن للفيبرين لكن هذول بدهم يعملوا انتيكو اجولان وهم نيتشار يعني الجسم هو اللي يصنعهم في حاجة اخواننا بسميه انتيثرومبين 3 انتيثرومبين 3 هذا الانتيثرومبين 3 اكيد انتيثرومبين يعني رح يعمل ان اكتف للثرومبين انتيثرومبين رح يعمل ان اكتف للثرومبين ورح يعمل ان اكتف ان اكتف عشان اصلا كده سموا هدول الاشياء انتيكو اجولانت مش لثرومبين عبارة عن كو اجوليشن فاكتور اللي رح يعمل انتي لهذا الكو اجوليشن فاكتور هو انتيثرومبين 3 رح يعمل ان اكتف للثرومبين اللي هو فاكتور رقم 2 وان اكتف لفاكتور رقم 9 وفاكتور رقم 10 وفاكتور رقم 11 وفاكتور رقم 12 وفاكتور رقم 12 إذن الأنتي ثرومبين 3 الجسم نفسه هو اللي بيصنعه الجسم نفسه هو إيش اللي بيصنعه بيعمل إن أكتف للثرومبين وإن أكتف لا فاكتور 9 وفاكتور 10 و11 و12 يعني 9 10 11 12 كل هدول إن أكتف وفاكتور رقم 2 لكن بيقول لي الأنتي ثرومبين 3 مع الهيبارين الهيبارين يخواننا في أنا الجسم بيصنع الهيبارين أو 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 كمان ممكن لما أنت تعطي مش إحنا كنا نقول لما أنت تعطي الشخص هيبارين هيبارين بيعمل سيوله في الدم كيف بيعمل سيوله في الدم إنه الهيبارين بيغطبط في الأنتي ثرومبين 3 عشان يعمل إن أكتف للثرومبين أولى فاكتور 9 و10 و11 و12 تمام طيب الجسم يخوانا بيصنع حجم نسميها بروتين C البروتين C هو البروتين S يعني أنا عندي بروتين C وعندي المساعد تابعه البروتين S هدولة رح يعملوا انهيبشن انهيبشن لمن لا للكو فاكتور 5 وللفاكتور 7 عيد في الجسم بيصنع البروتين C البروتين C يحتاج البروتين C هو نفسه البروتين C بيعمل ان اكتف لفاكتور 5 وان اكتف لفاكتور 7 لفاكتور 8 هده فاكتور 8 آسف يا سمحوني معلش الفاكتور 7 تحت معلش البروتين C بيعمل ان اكتف لفاكتور 5 وان اكتف لفاكتور 8 فالبروتين C بيقول لي أنا بدي كو فاكتور بدي كو فاكتور بيقول له مين تبعك المساعد اللي هو البروتين S فالبروتين S هو مساعد للبروتين C وطبعا يخواننا بيحتاجه الى فيتامين كي ديبندنت فيتامين كي ديبندنت لتسهيل الحفظ لتسهيل الحفظ عشان البروتين S بيحتاج الى كو فاكتور فانه البروتين S بيعمل انهيبشن للكو فاكتور لو انتو تتذكروا مين كنا ناخد الكو فاكتور بالضبط كنا ناخد الكو فاكتور اللي هو 5 والكو فاكتور تمانية صح؟ والكو فاكتور تلاتة الكو فاكتور تلاتة اخواننا اللي هو التشوز فاكتور خلوه للاخر مش مش فهانة وبالتالي البروتين S بيعمل انهيبشن للكو فاكتور خمسة وللكو فاكتور تمانية ولما يعمل انهيبشن لهدول اذا مش رح يتكون انا عندي الاثرومبين فورميشن ولما انا اعمل انهيبشن للاثرومبين فمش رح يتكون انا عندي بنهاية المطاف الفايبرين وبالتالي هذا انتكو آجولان طيب في اخواننا لو شخص عنده ميوتاشن في تكون البروتين سي او في تكون البروتين اس البروتين اس كو فاكتور للبروتين سي تمام؟ رح يصير انا عندي اخواننا حاجة بنسميها الثرومبوفيليا ايش يعني ثرومبوفيليا فيليا يعني محب ثرومبو لتكون الخطرة يعني بيكون هذا الشخص محب للثرومباس لتكون الخطرة ليش؟ لانه البروتين اس والبروتين سي كان وظيفتهم انه يعملوا انهيبشن للكو آجوليشن فلما هذا الشخص يكون عنده اميوتاشن في البروتين اس او في البروتين سي ما فيش اشي ولا ما فيش اشي رح يعمل انهيبشن للكو آجوليشن فالكواغيوليشن رح يضلوا اكتف رح يضلوا اكتف فبيكون هذا الشخص محب للثرومباس تمام في حاجة بسماية يا اخواننا تيشوز فاكتور انهيبيتور تيشوز فاكتور باثوي انهيبيتور من اسمه بعمل انهيبيشن للباثوي تبع التيشوز فاكتور فهو بعمل انهيبيشن للتيشوز فاكتور وانهيبيشن للفاكتور سبعة ما احنا عارفين لما انت تعمل احنا عارفين يا اخوانا التشوز اصلا احنا عارفين 3 زائد 7 بتكون 10 صح طيب التلاتة بتعمل اكتيفيشن للفاكتور 7 والفاكتور 7 مع الفاكتور 8 مع الفاكتور 3 مع بعض بيعملوا اكتيفيشن لفاكتور 10 تمام تمام فهذا التشوز فاكتور باثوي انهيبتور بيعمل انهيبشن لهذا الباثوي كله بيعمل انهيبشن لهذا الباثوي كله فبيعمل انهيبشن لفاكتور 3 وبيعمل انهيبشن لفاكتور 7 وبيعمل انهيبشن لفاكتور 10 وبالتالي التشوز فاكتور باثوي انهيبتور بيعمل انهيبشن لفاكتور 7 ولفاكتور 3 ولفاكتور 10 فعرفنا البروتين سي البروتين سي بيعمل انهيبشن للكوفاكتور طب انا عندي اخدنا ثلاثة كوفاكتور اللي هو فاكتور خمسة وفاكتور تمانية وفاكتور ثلاثة كنا نقول فاكتور ثلاثة اجلها هنا صح هذا هو اللي رح يعمل انهيبشن للفاكتور ثلاثة فبضل البروتين سي رح يعمل انهيبشن لفاكتور خمسة وانهيبشن لفاكتور تمانية وإنهيبشن لفاكتور 8 تمام بمساعدة الكوفاكتور الفاكتور S والاثنين باعتمدوا أصلا على الفاكتور K أصلا هو الفاكتور S هو عبارة عن فيتامين K يخواننا معلش بدي أعيد أنا البروتين C بعمل إنهيبشن لفاكتور 5 اللي هو الكوفاكتور ولفاكتور 8 اللي هو الكوفاكتور لكن بيقول أنا بدي مساعدة مين هذا المساعدة بيقول البروتين C أنا ما بقدر أسوي الشغل إلا إذا كان عندي مساعد هذا المساعد الكوفاكتور بروتين S الكوفاكتور بروتين S مساعد للبروتين C وعشان البروتين C بيحتاج إلى مساعد إذن البروتين C رح يعمل إنهيبشن للمساعد مين المساعد؟ وثمانية تمام بس بيقول لي البروتين اس عشان تقدر تصنعه انت بتحتاج لفايتامين كي فالبروتين اس تركيبته يحتوي على فيتامين كي البروتين اس تركيبته يحتوي على فيتامين كي فالشخص اللي عنده دي كريز في الفايتامين كي عنده دي كريز في صناعة البروتين اس وبالتالي عنده دي كريز في شغل لبروتين سي وبالتالي الفاكتور خمسة والفاكتور تمانية رح يظلهم اكتف تمام وياخوان زي ما اخدنا زمان انه الاندوثيل يلسل هي اللي رح تتحكم في البرو كواغولانت اكتيفتي او في الانتي كواغولانت حسب اذا انت بدك تعمل فورميشن وبروباكيش للخطرة او بدك تعمل دي سوليوش للخطرة في الوضع النورمال ولما لكون الشخص لازم البلد يكون ممنوع البلد يكون لازم البلد يكون لكويد فالاندوثيل يلسل بتفرز فاكتور هذي الفاكتور بتعمل انهيبشن انهيبشن للبرو كواغولانت اكتيفتي اوف دا بلاتلت يعني هذي الفاكتور بتعمل انهيبشن للبلاتلت للأجريجيشن تبعت البلاتلت وهذي الفاكتور بتعمل انهيبشن للكواغوليشن فاكتور هذي الفاكتور بتعمل انهيبيشن للكواغوليشن فاكتور وبتعمل اكتيفيشن للأشياء اللي بتعمل فيبرينو لايسز للأشياء اللي بتعمل فيبرينو لايسز تمام وإحنا كنا نقول هذه الفاكتور بريفينت لثرومبوسز بتمنع تكون الخطرة وإذا تكونت الخطرة هذه الفاكتور بتعمل لنيتيشن في تكون الخطرة يعني ما بتخلي الخطرة تتكون بشكل كبير لا بتخلي الخطرة تتكون فقط في مكان الجرح طيب الآن هذا في الوضع النورمال لما تكون الاندوثيليال نورمال طيب لما الاندوثيليال سيل يصير فيها انجري أو الاندوثيليال سيل يصير لها انفلاماتوري فالاندوثيليال سيل بتصير اكسيبريشن للبرو انفلاماتوري فاكتور يعني للفاكتور اللي بتزود الانفلاميشن ولما تكون الـ endothelial cell injury أو الـ endothelial cell مش normal أو الـ endothelial cell inflammatory بتصير الـ endothelial cell يتزود من الـ pro-inflammatory factor ولما الـ endothelial cell يتزود من الـ inflammation بتصير الـ endothelial cell يتبطل تعمل anti-thrombotic propriety بتصير تعمل pro-thrombotic propriety عشان احنا اخدنا انه الانفلاميشن بيحفز الاثرومبوسز الانفلاميشن بيحفز تكون الكلوت فلما تكون الاندوثيليال سيل متعرضة لانجري او بتحفز الانفلاميشن يعني abnormal فبتصير الاندوثيليال سيل تفقد خصائص الانتي ثرومبوسز وبتصير الاندوثيليال سيل تكتسب خصائص البرواثرومبوسز في اخواننا الاندوثيليال سيل هي اللي بتتحكم في كل اشي فلما تكون في حالة النورمال الاندوثيليال سيل بتكون عبارة عن anti-thrombotic activity يعني هي anti-thrombosis وبالتالي هي بتكون ضد بتكون anti-platlet propriety يعني بتمنع الاكتيفاشن تبع البلاثلت anti-coagulant propriety يعني لها خصائص الانتي coagulant ولها خصائص الفايبرينوليتك يعني بتزود من الاشياء اللي بتعمل فيبرينولايسز فيبرينولايسز أما لما يصير انجري للاندوثيليال رح يصير أنا عندي انفلاميشن والانفلاميشن رح يحفز لثرومبوسز فبسمي هذا الاشي بتكون الاندوثيليال سيل بتحفز لثرومبوسز فتمتلك الخصائص اللي بتعمل بلاتلت اكتيفاشن واللي بتعمل برو كواغولانت اكتيفاشن لكن بتعمل برضو anti-thrombotic افكت يعني بتعمل انهيبشن للثرومبوسز اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد بيقولي الاندوثيليال سيل في الوضع النورمال بتكون anti-thrombotic افكت من هذا الانتي اثرومبوتك افكت بيقولي كيف بيقولي لما تكون انتكت اندوثيليال سيل بمنع لما تكون الاندوثيليال سيل انتكت ونورمال بمنع بمنع ارتباط لبلاتلت ارتباط لبلاتلت بالصب اندوثيليال بالصب اندوثيليال تبع الفون والبراند فاكتور وبمنع ارتباط لبلاتلت في الكولاجين وكمان بمنع ارتباط الكو أجوليشن فاكتور في هدولة في الكولاجين وفي الفون ويل براند فاكتور وبالتالي لما تكون الاندوثيليال سيل نورمل بتمنع ارتباط البلاتلت والكو أجوليشن فاكتور في الصب اندوثيليال اكسرا سيليولار ماتريكس ولما تكون الاندوثيليال سيل نورمل بتفرز البروستا سايكلين اللي هو البروستا جلاندين اي تو البروستا جلاندين اي تو هو نفسه اسمه البروستا سايكلين وبتفرز النايترك اوكسايد هدولة الاثنين بيعملوا بازو ضيليشن وبيعملوا انهيبشن للبلاتلت اجريكيشن فايدا لما تكون الاندوثيليال سيل نورمل ما بتفرز الاثرومبوكزين اي تو لما تكون الاندوثيليال سيل نورمل ما بتفرز الاثرومبوكزين اي تو وانما بتفرز نايترك اوكسايد والبروستا جلاندين اي تو اللي اسمه البروستا سايكلين هدولة الاثنين بيعملوا بازو ضيليشن وبيعملوا انهيبشن للبلاتلت اجريكيشن فهم anti-platelet ما هو يا أخواننا لما الـ endothelial cell تكون normal رح تكون ضد تكون الخطرة ما هو يا أخواننا أنا الـ blood vessel normal ليش أكون خطرة أنا ما في عندي bleeding ليش أكون الخطرة فلما يكون الـ endothelial cell normal بتكون ضد تكون الخطرة ضد تكون الخطرة فلما تكون الـ endothelial cell normal بتكون ضد تكون الخطرة ما هو يا أخواننا لما أنت تكون خطرة ممكن تعمل obstruction للـ R-T للـ R-T أو للكابلاري تروح تعمل obstruction في الفيزل تروح تقلل للـ blood supply اللي رايح للـ organ تمام الـ endothelial cell لما تكون normal بترتبط في الثرومبين بترتبط في الثرومبين وبتعمل الـ endothelial cell للـ activity تبعت الثرومبين الـ endothelial cell الأصل الأصل الثرومبين يزود من تكون الخطرة لكن لما الـ endothelial cell تكون normal بترتبط في الثرومبين وبتغير من خصائص الثرومبين طيب الـ endothelial cell بتفرز حاجة من سميها أدينوزين ضاي فاسفاتيز ضاي فاسفاتيز هذا الأدونوزين ضاي فاسفاتيز بيكسر الأدونوزين ضاي فاسفيت الأدونوزين ضاي فاسفيت عبارة عن أدونوزين يحتوي على مجموعتين فاسفيت هاي ضاي فاسفيت مجموعتين فاسفيت الآن الأدونوزين ضاي فاسفاتيز بيكسر تاذ تاذ يعني ينزع أدونوزين ينزع من مجموعة فاسفيت وبينزع من مجموعة فاسفيت فبيصير بدل ما هو أدونوزين ضاي فاسفيت لما這麼 من الت ingredient مع أدونوزين مجموعة فاسفيت يعني أدونوزين للأدنوسين ديفوسفيت فإنت بتعمل لالبلاتلت أجريجيشن لأن الأدنوسين ديفوسفيت كانت وظيفته فإنت لما تعمل للأدنوسين ديفوسفيت فإنت بتعمل للبلاتلت أجريجيشن فالإندوثيلي السيل بتفرز أدنوسين ديفوسفتيز هذه إخوانا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الآن الثرومبين بارتبط في حاجة من سميها الثرومبوموديولين شايفين إيش اسمه؟ الثرومبوموديولين موديولين يعني بغير موديولين بغير في مين؟ في الثرومبو يعني هذا الأصل كانت وظيفة الثرومبين إيش؟ وظيفة الثرومبين يحفز من تكون الكلوت يحفز من تكون الخسرة لكن لما الثرومبين يرتبط في حاجة من سميه الثرومبوموديولين الثرومبوموديولين رح يعمل موديوليشن والترنيشن وتغير في الثرومبين فبدل ما يتكون وظيفة الثرومبين برو كوآجيولنت يتصير وظيفة الثرومبين أنتي كوآجيولنت يعني بدل ما تكون وظيفة الثرومبين برو كوآجيولنت يعني يحفز الخسرة يتصير وظيفة الثرومبين أنتي كوآجيولنت انه هو يعمل انهيبش للخاثرة طب كيف انه خلينا نيجي هنا هي موجودة في الرسمة الثرومبو موديولين بيرتبط يا اخواننا في مين في الثرومبين فلما يرتبط في الثرومبين بيغير من الثرومبين فالثرومبو موديولين لما يرتبط في الثرومبين بيعطيني الثرومبو موديولين الثرومبين كومبليكس بيجي هذا الكمبليكس بيروح بيرتبط على البروتين سي بيجي هذا الكمليكس بيروح بيرتبط على البروتين سي وبيعمل اكتيفيشن للبروتين سي وإحنا عارفين لما أنت تعمل اكتيفيشن للبروتين سي البروتين سي رح يعمل انهيبشن للكلوتينج كيف البروتين سي بعمل انهيبشن للكلوتينج عن طريق انه بعمل انهيبشن لا لفاكتور خمسة ولفاكتور تمانية إذن عن طريق باي البروتيولوتك إكليفج فاكتور خمسة وفاكتور تمانية يعني هذا البروتين سي بيروح بيكسر فاكتور خمسة وبيكسر فاكتور تمانية فبالتالي بيعمل إنهيبش لتكون لكلوتينغ إذن إذن الاثرومبين بيرتبط في الاثرومبوموديولين فبتكون كومبلكس الكومبلكس بيروح يعمل يحول البروتين سي إلى أكتيفيتد بروتين سي بيروح يعمل بيكسر فاكتور خمسة وفاكتور تمانية فلما يتكسر فاكتور خمسة وفاكتور تمانية بيبطل يعني بيقلل من تكون لكلوتينغ تمام تمام وإحنا عارفين البروتين C بحتاج إلى بروتين S إلى بروتين S اللي هو كوفاكتور والبروتين S عشان يتكون بحتاج لفايتامين كي وإحنا يخواننا عارفين في حاجة من سميه أنتي إثرومبين ثلاثة هذا الأنتي إثرومبين ثلاثة بروح بارتبط في حاجة من سميها هايها المتلة الأحمر هبارين like molecule هذا يخواننا الهبارين like molecule عبارة عن receptor عبارة عن إيش؟ receptor هذا عبارة عن receptor اللي يخواننا اللي يخواننا بعمل للهبارين like molecule هو الاندوثيليالسل مش إحنا قلنا يخواننا إنه الاندوثيليالسل عنيدها anti-coagulant effect فنورمال اندوثيليل سيل بتعمل شيل دينج للكو أجيوليشن فاكتور بتعمل شيل دينج للكو أجيوليشن فاكتور تمام كيف عن طريق إنه بتعمل إكسبرشن لملتب الفاكتور هذا الفاكتور بتكون opposite للكو أجوليشن يعني الاندوثيليال سيل بتعمل shielding للكو أجوليشن فاكتور عن طريق انه بتعمل expression لملطي بالفاكتور يعني الاندوثيليال سيل بتعمل expression لملطي بالفاكتور هذا الفاكتور بتكون ضد ضد الactivation تبع الكو أجوليشن زي الهيبارين لايك موليكيول برتبط فيه الانتي ثرومبين ثلاثة فالانتي ثرومبين ثلاثة لما يرتبط في الهيبارين لايك موليكيول بيروح بعمل انهيبشن لفاكتور تسعة وفاكتور عشرة وفاكتور احدائش وفاكتور اتناعش وبرضو بيعمل انهيبشن للثرومبين يعني ان اكتف للثرومبين وبرضو يا أخوانا الاندوثيليال سيل بتعمل expression ل tissues factor pathway هذا بيعمل انهيبشن لمين لتلاتة زائد سبعة بده يساوي عشرة فبيعمل انهيبشن لفاكتور التشوس فاكتور التشوس فاكتور هو فاكتور رقم ثلاثة يعني الفاكتور رقم ثلاثة اسمه تشوس فاكتور وبعمل انهيبشن لفاكتور رقم سبعة وبعمل انهيبشن لفاكتور رقم عشرة تمام ويخوانا هاي الرسمة تمام وانا يخوانا بطلب منكم بطلب منكم تطلعوا على هذا الرسمة لانه مهم جدا 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 بتلخص كل اشي بتلخص كل اشي تمام انا ما بدي اشرحها بس هيه فلما الثرومبين يرتبط في الاندوثيليال سيل لما تكون نورمل بتصير الاندوثيليال سيل تغير من خصائص الثرومبين لما يرتبط في الثرومبوموديولين وهذا الباثوي والإندوثيليالسل لما تكون نورمال بتصير تفرز هدول وبتصير تفرز هاد وهاي الباثوي طيب وهذا يا إخواننا تمام تمام لازم يا إخواننا تطلعوا على هدول الرسمتين لأنه المهمات جدا 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 هيكت بكون خلصنا الحمد لله عز وجل بارت وان يعطيكم العافية جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله عز وجل في المحاضرة الثانية بدنا ناخد الثرومبوسيز والإمبوليزم الثرومبوسيز والإمبوليزم يعطيكم العافية جميعا